أيام التشريق ثلاثة وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة سميت بذلك على المشهور لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي بمنى فينشرونها ويبرزونها للشمس لتجف وقيل غير ذلك وفي كل يوم من أيام التشريق يرمي الحاج بمنى الجمرات الثلاثة الصغرى فالوسطى فالكبرى وهي المعروفة بجمرة العقبة فيرمي كل واحدة منها مع دخول وقت الظهر بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصات فيرميها قائلا الله أكبر فيرمي الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف ثم يتقدم فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو وهو رافع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو وهو رافع يديه ثم يرمي جمرة العقبة وينصرف ولا يقف عندها ولا يدعو فإذا لم يتيسر له طول القيام بين الجمار وقف بقدر ما يتيسر له إحياء لهذه السنة التي تركها أكثر الناس ومن انتهى من رمي الجمار في اليوم الثاني عشر فهو بالخيار إن شاء تأخر فبقي في منى لليوم الثالث عشر ورمى الجمار مع وقت الظهر وإن شاء تعجل فنفر من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر والتأخر أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى فإذا نفر الحاج من منى وانتهت جميع أعمال الحج وأراد السفر إلى بلده فإنه لا يخرج من مكة حتى يطوف بالبيت طواف الوداع ويجب أن يكون هذا الطواف آخر شيء يفعله بمكة فلا يجوز البقاء بعده ولا التشاغل بشيء إلا ما يتعلق بأغراض السفر وحوائجه فإن أقام لغير ذلك وجب عليه إعادة الطواف ليكون آخر عهده بالبيت قال ابن عباس رضي الله عنهما كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت